بعد سلسلة عجمات أوكرانية استهداف مؤخرا لسفن روسية في البحر الأسود وعقب تلويح كياف بضرب موانئ تابعة لروسيا في المنطقة الاستراتيجية أكدت موسكو أن لديها القدرات العسكرية والفنية التي تمكنها من القضاء على تهديدات الأمنية الأوكرانية وبالفعل شنت القوات الروسية موجة عنيفة من القصف على أوكرانيا مستخدمة صواريخ ضخمة وطائرات مسيرة هل تنجح موسكو في مواجهة تصعيد العسكري الأوكراني؟ السؤال نطرحه الليلة على ضيفنا من موسكو الخبر العسكري أليكزاندر ستيبانوف سيد ستيبانوف أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار يعني روسيا أعلنت خلال الساعات الماضية اعتراض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود كانت في طريقها إلى الحدود الروسية صحيح أن المسيرة عادت أدراجها لكن التطور يؤكد سيد ستيبانوف استمرار أوكرانيا في عملياتها ضد العمق الروسي هل يتطلب ذلك برأيكم استراتيجية مواجهة جديدة من قبل موسكو؟ أعتقد أن هذه خطوات جديدة بكل تأكيد فيما يخص الوضع في المنطقة أولا في البحر الأسود وما يمكن أن نراه هو أن سلطات القرم قد أعلنت بأنها ستقطع الخطوط الاستراتيجية على سبيل المثال الجسور في القرم ولكن ما يفعلونه حقا هو أنهم يحاولون تدمير الأهداف المدنية إذا تحدثنا عن الجسور وأيضا يريدون تدمير أيضا مثلا نقلة النفطة فيبدو بأنه ليس فقط أنها إرهابية ولكنه إرهاب بيئي لأننا يمكن أن نفهم بأن الجانب الأوكراني لا يكترث بالوضع البيئي في البحر الأسود وهذا لا يؤثر فقط على روسيا ولكن يؤثر على الدول الأخرى الموجودة في المنطقة إذن هذه الخطوات بتلك الهجمات الإرهابية ولا يمكن إلا أن أسميها بالهجمات الإرهابية فإنها ليست عمليات عسكرية إنها تظهر بأن القوات الأوكرانية والنظام الأوكراني يريدون أن يركزوا في الإعلام أو يلفتوا الانتباه في الإعلام عن إخفاقهم في خطوط الجبهة حيث العملية العسكرية الحقيقية تجري والأمر لا يتعلق فقط بالجانب الروسي الذي يمكن أن يحلل كل ما يأتي من الإعلام الغربي وبكل تأكيد العديد من الخبراء يقولون إن الوضع كارثي ويقولون إن عدد الضحايا كبير جدا من الجانب الأوكراني في تلك العملية إذن ما يمكن أن نراه هو أن نظام أوكرانيا يعاني كثيرا وكثيرا في الجبهة الأمامية وبدأوا يخسرون طبعا موقعهم الاستراتيجي في المنطقة حيث إن معاركهم كلها قد فشلت والآن يحاولون أن يشنوا هذه الهجمات الإرهابية بالمسيرات ليس فقط المسيرات المائية ولكن أيضا يمكن أن نرى المسيرات التي تطير فوق روسيا وهم يهاجمون الآن الأهداف المدنية وإذا حللنا سيد سيبانوف أعذرني على المقاطعة لكن أحاول استفادة من الوقت معكم سأعود للحديث لربما عن الجبهات الداخلية لكن إذا ما نظرنا إلى التطورات الحاصلة على السواحل المطلة على البحر الأسود حتى الاستهداف الأخير لسفينة في مضيق كيرتش حوله الكثير من التساؤلات ولذلك طرحنا هذا السؤال الكبير الليلة إن كانت حقيقة موسكو قادرة من خلال إمكانياتها العسكرية والكل يعرف أنها لا تقارن بالإمكانيات الأوكرانية إن كانت قادرة على مواجهة هذه الهجمات نعم بكل تأكيد موسكو كانت تواجه هذه الهجمات في العام الماضي فهذه ليست الهجمات الأولى باستعمال هذا النوع من المسيارات في البحر الأسود ويمكن أن نرى بأنه كما قلت الهجمات فشلت في سيفاستوبول حين حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة قواتنا هناك ومن السهل طبعا مهاجمة مثلا ناقلة النفط المدنية فهذا أسهل من سفينة مثلا عسكرية ولكن هذا النوع من هذا التكتيك بكل تأكيد الآن يتم تحليله وكل الإجراءات لحماية شواطئنا في البحر الأسود أو السفن البحرية وأتحدث طبعا عن الأراضي قرب القرم فكل هذه سيتتم حمايتها وكل الإجراءات تتخذ ولكن كما قلت هذه الهجمات صعبة لتحديدها إذا تحدثنا عن هذه المسيرات الصغيرة لأنها طبعا صغيرة جدا وتبنى أو تصنع من مواد لا يمكن التقاطها فيها بسهولة بقبل الرادارات سيد أليكزندر هل لذلك نرى لربما الرد الروسي يصبوا في المناطق الداخلية الأوكرانية يعني اليوم كان فيه تأكيد على أنه الاستهداف للسفينة في مضيق كيرتش لي مرى دون عقاب لنرى أن الجبهات الداخلية تشتعل وتقصف موسكو كوبيانس كليمان وسفاتوفي وبالتالي هل يمكن اعتبار هذا القصف ردا لربما على هذه الضربة في البحر أعتقد أنه قبل شيء هذا القصف طبعا هو في إطار العملية العسكرية وهو ليس شيئا جديدا من الجانب الروسي فلقد استعملنا هذا النوع من الصواريخ المختلفة والمسيرات التي كانت تهاجم قبل كل شيء البنية العسكرية في أوكرانيا ونحن نعلم أن كل الأمور أو كل المباني المدنية قد تضررت حين ردت أوكرانيا فقط وبنظام أوكرانيا الذي تسبب بتلك الأضرار إذن ردة الفعل كما قلت على تلك الهجمات الإرهابية سنقوم بهذه العمليات حتى ننزع سلاح نظام كييف تماما لأنه قد أصبحت دولة إرهابية ونحن سنقاتل ضد الإرهابيين في كل العالم وخاصة حين يكونون قريبين من حدودنا وسترون بسرعة وقريبا ذلك وكل الردود وكل الخطوات المتخذة من قبل روسيا في هذه الحالة بكل تأكيد علينا طبعا أن نحلل ونقيم هذا الإرهاب البيئي ونعرف من يدعم هذه الهجمات الإرهابية فالتكنولوجيا طبعا التي تقدم من قبل النيتو لأوكرانيا وتستعمل في هذا الإرهاب البيئي هناك تهديد بيئي الآن وإرهاب بيئي في البحر الأسود وهم لا يكترثون بشأنه لأنهم يعززون ذلك وهم قرروا طبعا تدمير مثلا أنبوب النفط في بحر البلطيق وشن تلك الهجمات الإرهابية وهم الآن يمولون هذا النوع من الإرهاب في العالم بانتظار هذا الرد الذي يشكل عقاب لربما على هذه الاستهدافات على السفن في البحر الأسود نائبة وزير الدفاع الأوكراني تؤكد أن ارتفاع عدد الهجمات المعادية في هذه المرحلة دليل على أن روسيا تريد تحويل القوات الأوكرانية إلى هذه المناطق لاختراق الدفاعات هل هذا ما تريده موسكو من خلال ربما الرد في الداخل الأوكراني؟ الهدف الرئيسي هو شل التحرك العسكري للقوات الأوكرانية وأيضا لقطع إمداداتهم العسكرية والأهداف التي تدمر هي الأماكن التي يخزنون فيها الأسلحة الجديدة التي تصل من النيتو إلى أوكرانيا نحن نتحدث عن صواريخ كروز والعديد من مختلف المسيرات مثلا في منطقة أوديسا تم تدمير منشأة كانت تضم هذه المسيرات البحرية إذن خطوة بخطوة فكل صناعة العسكرية الأوكرانية يتم تدميرها وفي المستقبل سنرى خطوات أخرى ستشل أيضا القدرات اللوجستية لنظام كييف لإغلاق الطرق لتلك الأسلحة التي تعبر فيها طبعا عبرها تلك الأسلحة الغربية إلى القوات الأوكرانية وكل الأسلحة التي تأتي من واشنطن والنيتو في المقام الأول إذن أظن بأننا سنرى هاجمات في المستقبل وستكون دقيقة جدا تلك الضربات وستؤثر أولا كما قلت على عملياتهم في الهجوم المضاد الذي أخفق تماما لأنهم يخسرون هناك ويخسرون الرجال ويخسرون العتاد والذخائر وبكل التأكيد خسارة شاملة وعلى ما يبدو ترى أوكرانيا أن هذا الهجوم المضاد يصيب أكثر في البحر حتى الساعة سنتابع هذه التطورات دائما شكرا لضيفي من موسكو الخبير العسكري وكذلك الذي أعطر أحطي الهجوم المضاد